اذا حاببت تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو سيفن باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم خمسة بالمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الاشتراكية من المعكلة اليوم بمقطع جديد اليوم مقطع مميز يا جماعة ديربي الغضب ميلان وانتر اور ميلان رح نعمل تحدي درافت عن هاي المباراة يعني لا تنسوا بداية ضغطكم على لايك واشتركوا بالقناة اذا حاببنا نكتر متحديات لدرافت وصلوا هذا المقطع لخمسة وعشرين الف لايك ان شاء الله نستمدوا من مقطع كان مقطع صراحة استمتعت كتير انا مصورة من اكتر متحديات لدرافت اللي كان فيها متعة غير طبيعية فاشتركوا بالقناة كمان اذا ما اشتركتوا ويلا خلونا نبدأ طيب بسم الله الرحمن الرحيم يا رب خطة جيدة 4-2-3-1 يا ساتر عندك 4-4-2 كمان انا بشوفك جدا ممتازة ولذلك رح اختارها يا رب لاعب ممتاز بالبداية يا رب يا الله ميلان لا اوكي ميسي طلعلي بس يعني اوكي ما او ما رح يطلع بالكابتن لعب من ميلان او من الانتر يعني طبيعي طبيعي الاستي طيب يلا لوكاكو ابراهيموفيتش بنيدر او مايجا اووو ابراهيموفيتش والله يا ان السرعة متوفية الصراحة 52 بس اوكي بيروح علينا بنيدر ما في مشاكل طالما طلعلي السلطان انا ما عندي مشكلة هاتوا لوكاكو هون اوكي طلع عندك جيكو بس بطيق عندك فرمينو عندك هلاند والله هلاند طاقته جيدة صراحة للامانة فرح نختاره هذا اول لعب من ميلان ومهاجم فممتاز اوكي من الانتر سينسي اسمه اول مرة بسمع فيه صراحة اللعب اوكي ما بعرفه صراحة بس اوكي من الانتر شو بنا نساوي رح نلعبه بيانيتش اوو ديونج ممتاز بنشكو مع ميسي جيب هذا لعب من الانتر ولعب من ميلان ولسه انا يا دوب اخترت كم لاعب بس رومانيولي يلا ديفري اوكي جابريل باوليستا ممكن هو الافضل يعني صراحة على اساس ان دوري اسباني وهيك يعني طيب السي بي اليسار يلا يلا اه فكرتوا كلسترمن اوكي صراحة كلهم بطأة يعني والله كلهم ان كل واحد قطة من الثاني لكن يلا رح ناخد هذا ما فيه اي مشاكل التشكيلة لازم تكون فيه جهات كبيرة من دوري الايطالي لان الفريقين طليان وبالتالي انا بدك لعيبة دوري ايطالي ديفري اوه طليلي ايكون بيريس هذا اللعب مع الانتر او مع ميلان لا كان ممكن ان يختاروا ساعتها هو طبعا الايكونات بالعادة بتكون عادي بس شكله هالسن رح الغي هالفكرة ما بعرف قلو لي رأيكون نزل ديفري اوكي اه ما في حدا صح ما في حدا طيب الالبي يارب ثيو هيرناندز يارب انفورم ها فوزي غلام بطيء والله صراحة والله بطيء ممكن اخذ هذا مشان السرعة ان فوزي غلام عن جد ما بيلعب فيه بهيك سرعة لازمك لعيب سريعين كتير والخطة اصلا اغلبها بطاقة يعني اوه بريسيتش قولي اصن ماكسيما حرامي يروح عليه والله ممتاز طيب مناخد حتف بريسيتش بطيء بس مضطر اختاره عشان التحدي طيب عنا ثلاث لعيبة من الانتر وواحد بس من ميلان وطالما استي فما مشكلة اذا ما طلعي لزيادة تيليس لوزانو اوه اوكي والله تيليس منيح برزيلي واحسن من كمارا تعرفوه ممكن هيك يعني وهيك بما انه هذا هولندي بيشبك مع ديونج ماشي منطقيا ماشي الوضع يعني حكيمي حلو بس ار ام عندي ميسي وين بدي لعب حكيمي والله حكيمي منيح ممكن لعبه ار بي على فكرة اذا ما طلعي لحدا بلعب حكيمي ار بي وخلاص عطال والله حلو عندك دوري اسباني مونتويا وهذا دوري اسباني وعندك عطال والله ما بعرف المشكلة عطال ما رح يشبك مع حدا لانه ما عندي لعبة من دوري فرنسي هذا اسرع فهاتو وشو بسايب نزل حكيمي هون ماشي وبجيب الاستي هولند مثلا بس انا بدي يعني استي دوري اسباني او اي شيء اي شيء منيح لا والله سيئين فابيان اخذت انا ما اخذت لوزانو صح لا كان ممكن ان يستفيد منه والله كنت غيرت الجهة اليمين للايطالية ما ليعرفان انه رح يجي فابيان طيب اوكي خضيره تليمانس والله سيئين صراحة يا عرب الدفاع يزبط شوي مكان باوليستا هدا مدافع جيد وخلص قالك الساندرو من الدوري الايطالي والله ممتاز والله ممتاز جيب جيب ماشي هيك جدا ممتاز الصراحة اللي بعده يلا يلا فليبي كايسي دو عندك هدا مهاجم الدوري الايطالي ممكن اني حول متل ما قلت لكم الجهة اليمين ايطالية بس بدي جناح يمين اذا ما لعبت يعني حكيمي ما بعرف والله صعب بس المسألة ملا سهلة مينامينو هدا الجناحي صار لو انك ار ايم كنا ممكن انفكر يعني طيب دوناروما او هندانوفيتش وااه منيح اني طالعلي دوري ايطالي والله شكرا يعني طيب الاساسي فاولو بايز دوري ايطالي طيب رح اختاره شو بدي سابي والله ما اطلع حارسه والتناغم جدا سيئ يعني حاسه ما بعرف لكن التشكيله من كذا دوري فشي متوقع كان فرسايكو ارسلون طاقاته حلوة ممكن ينزل حتا ولو كان بديل يعني اخر لاعب ارجوك زبطونا بشي لاعب اسطوري سام مكسيما حلو سام مكسيما بثير منيح ممكن اني نزله يعني ببداية الجيم فبالمحصلة طلعنا بلاعب واحد بس من ميلان وطلعنا بأربع لعيبة من الانتر انا متوقع ميلان ما يجي منه لعيبة لانه ما انه ما بيطلعوا بالترافت شو ساوي للعبة ما بدوني يعطونا ياهن فبالمحصلة الوضع جيد بس التناغم رح نحاول يعني ها نخليه على شوي حلو 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 التشكيلة يعني نوعا ما رضيان عنه مو كل هالأد لكن اوكي خلونا نروح الجيم عشر لعيبة دوري ايطالي كلها دوري ايطالي ماشا الله بسم الله بسم الله يا رب مقوية بزيادة يا رب مقوية بزيادة اوكي وووو وعنده ميسي ماني ثلاث لعيبة وان ستوش لك وكلهم ممتازين اوماي جاد الله يسر الله يسر تعال يا سام ماكسيما خلي ميسي مهاجم هو برهيموفيتش حكيمي خلي قربي ممكن يكون منيح ما بعرف صراحة لكن بالوقت الحالي تقريبا انه ما ضل فيه تغييرات زيادة ممكن تنعمل مع انه عندي هالند عندي عندي تليس ممكن يلعب سي بي مسلا مكان هاد لكن رح خليها هيك والله تشكيل الجلطة لكن ان شاء الله نقدر نفوز يا سلام ايوا ايوا الدفاع الدفاع يا شباب الدفاع يا حارس يا سلام طلع وقف هيك من حاله خلاص انا طلعت خلاص خلاص والله اني تعبت وقف انا كبست لمثلس انا امكمل شكرا يا شباب شكرا رح نفوز كتير رح نفوز مباراة ليوني الميسي ممكن هابي لا مبدل اللي بيشوت يا اخي حط ستارت ما لي عارفان انا عاد بخي عم يعلق كل ما بدي يلعب باص سلسل من الفرصة والمساحة موجودة منزلت الفرصة امامها يا شباب الدفاع خلف اللغزة الماضية غير مسؤول يا رحل ايبراهيمو بيتش يلا السلطان 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 يا السلطان اوه بل انتي يلا يا ابراه وضحت له ايها انا وضحت له ايها حرام علي تضيع يا اخي يالا ليو يالا ليو 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 يعيني عليك ميسي السلطان السلطان تحرك السلطان سلام بسرعة 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 بس يعيني يا ابريل باصا ديونغ الله يستر الله يستر يا ساتر يا الله يا اخي مرتدات هذا والله انه كريها في بي لا الحمد الله طيب سبعين بالمئة استحواز تسعين بالمئة دقة باصات عندي واو يعني بالنهاية متأخر بالنتيجة مهم ان شاء الله بس ابراهيموفيتش يبدع شوي والله منقدر ساعة نجيب الجيم يو حروم لك لعب لك إبرا يا الله قديش هتقيل يا جماعة ابراهيموفيتش فولي حكم لك وحش وحش برايت حرام لك وحش الارضائحك من إبراهيموفيتش. كافو 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 يا السلطان المرة جاي بقى صار دور إبراهيموفيتش يسجل مو يصنع ولا يعمل اي شيء. هلوه. ميسي. السلطان. 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 سلطان. يا الله يا أخي عم حاول سجل فيه وأنا متعادل يعني تخيل. يعيني يا إبرا يعيني يا إبرا يا الهربة. اسرع لك شوي بس يا إبرا. يا الله بتحسام يتمشى موعم يركض. تدخل وابتكاك في منطقة الجلسة. يا سلام يا السلطان يا الباص. يا سلام يا السلطان يا الباص. يعيني يا بيرسيتش. الله الانتر. كافو كافو كافو. يا الله من اللعب شو بده شو بده. سلطان هون سلطانة. واقف واقف ليش واقف. والله أحسن يلا يلا دور سلطانة. إبرا إبراهيموفيتش يا جماعة. إبرا إبرا. يعيني يا السلطان يعيني يا السلطان. استلم استلم بس استلم. استلم بكفي جلطاء. إنه السلطان يا جماعة سوف يسجل. إبرا. 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 لا يا أخي الحارس يا الله لك شو صر لك. والله براها ما فيتش بالموت ليس لك ست شوطات ولا قول. يلا يا السلطان عندك 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 يا السلطان روح. روح. الله الله يا جماعة والله العظيم إنه تقيل لدرجة غير طبيعية. لك شو طفين مليون شوطة ما بده يسجل هو مالوح حابب إنه يسجل. بس صنع صنع قولين ما تقريبا إنه صنع لي قولين. يا هو اللي نجم المباراة صنع هات ثلاث أهداف هو اللي صنعه لكن ما قدر إنه يسجل ميس يسجل بيرسج يسجل يعني يعتبر عناصر الانتر وعناصر ميلان. الاتنين شاركوا بالأهداف وقدرنا إنه نفوز وهدف الفوز إجا من إيفان بيرسج هي الأحصائيات. والصراحة كانت مباراة جدا ممتعة بغضوا نظر عن الفرص لضيعها براهيموفيتش يعني لكن أوكي ست سديدات تخيل اللي حاوله سدد أكتر مفرئي كامل. شكرا لكم على المتابعة هيك ندرقوا إنوصلوا لنهاية حطوا لايك في نهاية واشتركوا بالقناة وصلنا 25000 لايك وشكرا لكم على المتابعة وبس اللي كان عندي اليوم في أمان الله. اشتركوا في القناة